ما بين أصعب الحويش في هذه الحياة هي أنك تحل عينك وسط عائلة ثقافتها والبيئة ديلا أنها تشوف فيك مشروع الزواج فقط وخات عيامة تحلم وخات عيامة تطمح قد القارس كهار بهاد الباب في الأخير واللي غادي يترى للهند في حلقتنا الليلة أغي خلينا نستفدو بل أننا أحنا كأولياء أو كأباء ما نديروش نفس الغلط لأنه تمد لك يخلصه ولادنا تكون تقيل عليك تفهم سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام علي كنتمنى أنكم تكونوا بأخر وعلى أخر أموركم علي أحوالكم طيبة إذا كنت تجدين على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم وإذا كنت من أهل الضار طبيعة الحال الضار ضارك أينما كنت أو أينما كنت أنا لو أنيسا ديالكم فما تبخلوش عني بأنكم تضغطوا هذه الإعجاب التحت لما تكلفكم حتى يتم جهودون نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا هند تعجب من تستفيد من تجاري بالناس ونسمع الهموم والمشاكل ديال الخلق حيث هذا الأمر بالطبط تخليني ننسى شنو عندي ذاك شباش اليوم أنا اختاريت باش أنه نشاركم حكايتي باش تاخدوا منها العبرة ومحتاجة أنا نقرار آراء ديالناس في التعليق على حياتي أغادي بذلكم طفولة ديالي ديالت في العربية أبدي ديالي في اللاح في الأرض نتاع جدي والأم ديالي كانت بقابلة نحن أولادها كبرت وسط عائلة كبيرة جدودي وعمي ومرتون الدار كانت عامرة ما شاء الله والدي كانوا مفاهمين مع بعضيتهم بزاف وكانوا الناس لهم مدروش أكيد كانت مشاكل ونقاشات مع العائلة مرت عمي وعمتي وجداتي المهم إحنا نربونا على الحنان والمبادئ والاحترام والأخلاق دوزنا طفولة اللي هي زوينة أنا واخوتاتي ورغم كان الفقر وماشي كان كل شيء مفر لنا ولكن بقول لنا ذكريات اللي كانوا حلوين بديت كان كبر وغادي يدخلوني من دراسة وقرأت الابتدائي حتى وصلت للسادس وهم يخرجوني حياتيش عندهم باللي أنا والبنت ما يمكنش تكمل وتخدم الفكرة اللي عند كل شيء هي أنا والبنت تقرأ باش تعلم ومن بعد تخرج تنحت التزوش كذلك هو مثال مع أخوتاتي الكبار أحدهم كان السادس ودوجو كاملهم على 16 عام هذه هي كانت تقاليد دوارنا المهم سيخرجوني من دراسة ورغم أنها كانت عزيزة عليها بقى كان عقل واحد الأستاذ لي كنت عزيزة عليه حياتي كنت درويشة ومسالمة وحظية غير كتوبي جاء عند الأب ديالي وبدأ يطلبه خليه نتقرأ رغم ما شاء الله قرأي أبا قال له لا خليها تخرج فعلا خرجت وقرس في الدار فعلا خرجت أمي وابا في العمل بحل الفلاحة والخيال المهم كنت دايريدي في كل شيء وحياتي بابا لا يوجد دكورة فكنت كنت أشعر بأنه وأنا خاصة يدير لي كل شيء لكي لا يشعر بالفراغ المهم بقيت حتى 15 عام من أجل سنة وخطبني شحال من واحد بينهم واحد من نهار سيخطبني واحد سيد من العائلة هو الأول الذي يأتي بابا لأنه يهضر معاها قال له أبا قال لي أنه لا يجب أن تجده ما حسن منك ولكن رأك عارف رأك من العائلة غير هو البنت صغيرة لا يمكنك تضيع العقد تسنع لها واحد شوية بيد مكبرات و تضيع خطوبة و تسير قابل خدمتك حتى تعقد معه الاخر لمعجبوش الحال وقال لي لماذا بناتك الكبار بحال هاد الهضراء أنني نتكاسب معها عاد نضيها تقلقوا مشا في حاله من بعد جاء خطبني شخصو حد اخر لي وخدام مع الدولة جاء نهار الأول هو عائلته لي كانوا الناس اللي هما متوسطين كبروا بي نهار الأول و ما خلوا ما جابوا تشوفنا و هضرنا و قال ليهم ببصافي وخا غير هو قال ليهم نفس القضية اللي قال الأول قال لي صافي وخا أنا قادر أنني نتنعها حتى تكمل السنوات اللي خاصينا قادروا العرس ما خلوا ما جابوا و جابوا زوجنا نتعى الدباح و ذاك النهار ما زال غادي نضيروا الخطباء و شرليا تليفون بالإيد ندي الباب لأنا وما كانش هندي وبقينا لمدة شهور و احنا كانت تعرفوا على بعضياتنا تروا حد نهار قال لي شوف يا هند رابغت نضيروا العرس كيفاش أنا ما نقدرش نتسنك هاد المدة كاملة واصلا ما زال القانون أنا ما عطني الحق باش أنا نتزوج و القضية ما زال مطولة بزاف خلينا نعرسه و ندك معي للمدينة الفلانية فين هو انا ذاك كانت يسكن قلت لي لا ما نقدرش ما نقدرش نتزوج بك بلا عقد و نمشو البلاسة اللي هي بعيدة خلينا نبدأ نتسنه واحد شوية قال لي لا صافي هاد شي لي كايم ما عجبوش الحال و مشا عن ضباه قال لي ما نقدرش نتسنها و فسخنا الخطوبة بقيت عوداني مدة و القصة دي الخطاب كانت كتتعاود و يقول لي هم صافي انا ما عندي ما ندير بها صداع عند الراس البنت راه بقية صغيرة و انا ما غاليش نعطيها دابة حتى وصلت لها الحق و ديك ساعت عقد تل واحد النهار جوشي ناس اللي هم ناس وحد آخرين نعطي لهم حيث كانت السوم عادي العائلتي في ذاك الدوار معروفة و كانت جدي معروفة بالحكمة و الطيبوبة جاهدك سيد اللي بغاني و مشا تلقى البفصوق قال لي هم لا راه بقية صغيرة ما غاليش نعطيها يجب أن نعطي الناس سفلين و نرى البنت و اذا ما عجبك الحال نشربه غير كس ديالاتي و اذا ما غاليش نعطيها لها ليس مشكلة الناس في ذاك السوق قالوا بابا راه هم عائلة مزيانة و راه شرفة و الدارة الكبيرة و راه ديال القرآن و ما غاليش تلقى بحلهم المهم ذو اخوه برادرة جاببا من السوق و قال لي غدا يجيوشي ناس و شكل هذا الناس أبا يجب أن يجيوشي ناس لكي يشوفوا هند و هؤلاء شرفة و صحاب و نحن لم ندروا بهم ماذا نريد ذاك الشيء؟ و لماذا قلت لهم اصلا اجيوه سافي اذا لم تكن الحال ليس مشكلة راه قالوا لي اصلا غير نشربه كس ديالاتي لقد قلت له فعلا و السيدة عنده 34 سنة و انا ذاك عندي 16 سنة درنا العشاء و تعشوه معنا و قال لي بابا وخا لا أعرف كيف يقنعوه أو كيف يقنعوه و احد الفقير الذي يجب أن يقول بابا ارى الله يعمرها و ارى الاحسابي و ارى الناس جيدين حتى يقنعوه فقال لي بابا صافي الله يسخر لم تكن جرية عند أختي قلت له العار سير يقول لي بابا لا أريد و لا أعجبني حالة حتى اماما لم تكن بغية و اختي دخلت و قلت فقال لي بابا صافي و أخي لم تكن حضر بقيت سكت و لا أعجبني السيد و لم تكن حالهم و جبل عندي قال لي صافي الله اذا أريد انا راضي عليك انا بغيت لك السيد و اذا لم تكن ضبر الراس قدير اللي يعجبك هذه الجملة بالضبط قال لي خلتني لا نرفض لأنه خفت يأتي واحد النهار و نختار شخص خطأ و يقول لي انتي اللي اختارتي يوضبت تحملي فقلت ماذا هو باغي انا ما عندي ما نقول سكت و اخي و لم تكن من بعد أسبوع سمعت خطبه ماما لم يكن أنت انا بقيت من بعد أسبوع و بالخطبة و جاءوا معهم مع الرجال نشل نبدو جلالب وكما دخلوا القرآن و انا تشوك و تزيرت و قلبي مقبوض و اخوتي و مخي اما في العيالات جاءت غير مخطوع الماء مجدنا وطيبنا لديهم ذلك الليلة ولكنهم لم يكبروا بيها لم يفرحوا بيها لم يجبوا معهم أي شيء من غير الحم والدسر لم يكن أخرج في ذلك الليلة الماكلة و شراء من عنده لن يمكننا أن نكبروا بيهم هم لم يجبوا بيهم من غير واحد الكسواء و بالغالية بقيت تعاطيها غير لبكاء و لم يشوف حالهم و أنا ما زال بقيت بوقت مدخل لليا لبيتي لقانا غير تنشهق سوف يقول لي صافيها بنتي هند و إذا لم يكن لديهم سوف يقول لي هم غير سيروا و لا تنفكر كيف يحصل بسخة الخطوة و دابا عود ثاني سوف يقول لي هم سيروا في حالكم كل شيء سوف يقول لي بللي أنا اللي ممزيني أنا اللي فيه شيء مشكل و أنا عارف أبا إذا لم يشحت تحت الكلمة سوف يقول للرجال لا لا بقي بغي بغي بنتي و أخا ما بغيتش أنا ذاك و قلت له لا أبا صافي ما شيء مشكل راني غير مريضة وعيانة واحد شوية ما كينوالو أنا راها موافقة في أي حاجة درتيها ما يكون غير خاطرك من بعد شهر كانوا قالوا لي خذين ديروا العرس قالوا لي هم حطيونا مهلة قالوا لي هلا غير خلينا نتمموها الشيء على خير فعلا من بعد شهر درنا العرس بلا حقد بلا كتبه و ماشي هاداك العرس اللي كنت كان أحلم به عرضنا على العائلة و دوزنا ذاك الليلة و سيد مشاف حارو ما كان عارفوش ما تندويش معاه عمرني أصلا ما تواصلت معاه و لم تنعرف لي حتى شيئا غريب عليها كنت عروسها و لابس ذاك الكسوة بيضة و قلس حدايا فاش قصني في ديا كان واحد الإحساس اللي وفشكل ما حملتوش و ما قبلتوش ما مولفاش ما كان عارفوش غريب عليها صافي سكت و أنا نحازنة و رحتمعها للدار غادي يوما عارفاش فين كين داري ولا حتى فين غادي نسكن ووصلوني لتمة و كل موقع دارهم في واحد البلاصة اللي كتخنق اللي مكتلح تروسط النهار مشيت معاه و تبعوني عائلتي اللي غادي باتوا معاه ذاك الليلة و امشاء اللي غادي في حالاتهم و انا عاد بس كنكتشف السيد و الشخصيات دياله القيت السيد اصلا لديه شخصيات بشكل ديكور و اللي يتحكم فيه اذا قالوا لي يدير هذه يديرها و اذا قالوا لي لا هو ما عنده حتى شرائي ولا شخصيات نهائيا بحال مثلا فشان قولي و اذا قالوا لي رخصتني شي حاجة و لو بسيطة كيفما كانت تقول لي يا سري عند أمي اذا هم ما بغوا انا نجيبها لك و لا يجيبوها لك مثلا حتى تنقص بثلت شهور اربع شهور حتى كانت توحش واليليا و كانت تخنق و انا بغيت نشوف دارنا تقول لي يا سري عند أمي اذا هم ما خلوك سري مع اماما مجلسي معها يومين و عاودي يرجعك تجري فعلا و نعود و نرغبها و ازالي سريع موما إذا هم ما خدشت سريع موما و ننجيب و مهما و أتحقق و ننجيب و نرغبها و اماما و نجري و نرغبها يوجد من النشور و اصدقى من 1 درجة خيالية كان لديه محل البيع عشرة تفق الصباح و تفطر و تذهب الى المحل و لم يأتي الى 11 او 12 ديال الليل عادت يسد المحل دياله الذي كان بعيد على الدار ولكن كان لديه مطور فشناس ندر العشاء كان بقى كانت نافيه فشناس نصنع ليه اجيت عشاف لان تقول يا غير تحشيح تنجي انت عشاف لان انا والعائلة دياله بعد المرات كانت ناح تكيديني الناس و كان نوض و كانت نسخن لديك الماكلة يأكل و يعود يرجعين الناس سيد مكين لحنان ولا حب ولا اهتمام و انا كنت بقى صغيرة طلعها في 17 سنة ولكن صافي تقبلت انا و هو راجلي هو القدر ديالي و المكتاب ديالي و انا ما عندي ما ندير من غير ان انا نرضى و نتقبل و ارغم اتشي كنت كانت تهلا فيه و كان قدر و كان طيب احسن ما كان كان ضربته مره في الغياب دياله و اخا كنت صغيرة كان معروف علي ان انا كنت حويدغا و كان عندي العقل كل شي كان يقولها لي في الليل فش هو تقرب كي يجي انا كان دوش و كانت نقى و كانت تقبله بكلام لي هو زوين و هو ما كيش في هذا العالم ما مسوقش نهائيا ما عندوش اصل الاحساس ما كيلاحظش وش انتي فرحانة او مقلقة و ما كيسولكش اشنو نقصك او اشنو اللي مقلقك بعض المرات سنكون مقلقة وتمكي حضارة سهوتين عسكي شخر وتمكي تكيدين العاس خليني على انه في الاول قالوا الباب لانه سكنين بينهم غير عائلة لي هي صغيرة حتى كانت تضم بعائلة علاقتها بالعمام و ولادهم و عيالتهم و بنادن داخل خارج و الطيب الكيميالي هي كبيرة و اقسم بالله اذا النهار اللي كتجي في النوبة كنت نعجي نحسرها خمسين خبزة في نهار واحد عقوزتي و كنت تمشي و كنت تقصب عشرين يوم حتى الشهر و كنت جغير كتل و كنت تمشي حيث اشعار فعاني باللي انا كان نقه و مهلية في ولدها وهو رجلي و ولدها الصغير كنت نصب لي و نوجد لي ماكلته و اللي يبغى مع تفاصيل كثيرة ديالشقة وساكتة متنهضرش و لكن اللي كان يقتلني انا ذاك هو التعامر ديال الزوج اللي كنت كنقول يا ريت فاجأنا يدخل بالليل كيف هذا نهارك هين و لا شكرا على الموجود و لا يجيش نهاره نعوضك و لا على الاقل فصلة كامل سمحي لي و لكن سيد ميت لك لا مزوين و لا فلوس لا يشرح الحوايج فما بالك انا اقسم بالله ما عرش وش غادي يتيقوني و لكن سنطقوني بلي انا و كانت يهزل الملابس الداخلية اللي كانت كتشريهم يا غير اختي و كانت يلبسهم درناهم اللي كانوا مره مره فاش يجيون عندي تشوفوني بلي انا ما تكسينيش كانوا يجيبوا لي ببيجامات و الرواح تنعية ما نطلبه شينهار سنت للمحال افلان و يلا نخرجوا انا و اياك انت سارة و نفوجوا و لكن هو والو تقولي كيف انا سنت للمحال نهار كامل لا يمكنش وخة يلا معي شينهار درنا لا والو بغيت ندير شي حاجة سيري قوليها لامتي و لقوا سيري قوليها اذا قلت للمحالة اذا قلت للمحالة غير ببيجامات تلقىها عند امه اي حاجة و لو بسطة بناتنا لا يسترهاش حتى تلقىها عند امه و باتي هدروه على ذلك كرهتهم و لم يبقى حاملهم كاملين و اخا كنت كنت تعامل معه مزيان و عمرني ما زيت عليهم صوتي و صابرة كنت ندير كل شي و انا ساكتها حقي عمرني ما دويت علي تلوح النار قل لي انتي بدأت تصيب لي الحلوة و انا سنبيع في المحال كنت انا خلقها انا نقضي عليك عملي شوية من ناصبي من ناصبي ديولي كيف تلقى هذه الاتفاق ما قلت للمحالة كنت نقضي لي حلوة كان قد لي التباصل و كيد اديو و يبيع و كان رمضان كنت نفيق مع الفجر كان تحر و كان بدأت نعجن فيها كان بقى نشبك حتى حضر و بدأت نقلي حتى العصر و نخسل الماء عندك وصل الليل تنتح دوده في الاخر يبيع ذلك الشيء كامل و تقول لي وحقي الفلوسي يعطني 20 درام كانت تفقس معه زقارة من واحد درجة كبيرة و تخنقت من تعامل و من دار تلقي لبسة بيجامالية طويلة و حجابة مزهيرة عليها و لكن عندهم ذلك الشيء بزاف لدرجة انا وشمش ما كنتش كنشوفها ما كنش فين اصلا تخرجي من غير السطاح كراهتهم كاملين و بقيت صابرة وصد ذلك الشيء حيث ما عندي ماندير و العقد ما ادرته حتى العامين من بعد زواجي بقيت معه مثل تنسة براوس القهرة و البكة و رغم انني ادرت محاولات مع الراجل و شرحت له و حاولت انني يبغيه و هو غير غادي و يبعد مني بتعطيها البكة و تنفكر كيف نتفكي منه كيف نتلق منه بمرة كيف نقولها البابا كيف ندرنا اصلا غدي تقبلها لانه ما عندنا حتى شي حد سبق داز من هذا الشيء لما عجبه العيشة تصبر فيها و يكمل والله يا ربي و شنو غادي ندير بقيت غير تهم بكي و المخدد يلي كتفزيق لي بدموعي و هو غير حال فمه ما جاي بخبار و الصباح بكري كتصبح علي و كتطق علي و نوضي في قياهين تعجني فكرت حتى عييت و قلت نهضر مع أختي عيلمان انني عمرني ما كنت لهم شنوكين و في المسولوني تقول لهم راني مرتاحة و مزيانة غدا نعيد ذلك النهار أختي و قلت لها شو فيها فلانة و هشنوكين و هشنوكين و هشنوكين عودت لك كل شيء بالتفاصيل و اللي عودت لكم راخير شوية من بزاف فينك يا بزاف ديال الحقراء و القهراء و البكاء و الإهانة و قلت لها راني بغى نطلق و لكن انا ما عارفه ما نقولها الابا قلت ليا اذا انت مرتاحة هند انا غادي نظر معا خليع لي هذا الامر قلت لها الرجل ها اللي كان اللي عمرها دار اللي عجل الخوتي كان اللي عمرها دار مشا عند ابا و قال لي راه هند مرتاحة و هشنوكين و هشنوكين و دابا راهي بغى ترجع في حالها و لكن خافت منك يا عمي و خافت لها ما نبغيكش تلقي و انت عارف بنتك اذا تلقات ارى ما عندك منش تخاف عليها بنت دارهم و غادي تقلس بجنبك حتي يجي باللاشي يولد الناس اللي يليق بها بل ما تتخطع عليها بغادي يقول الاختي قولي الهند عند رجلي كان مريحة و و انت من يتجلي و انت عاوض بل دارنا و لكن لم يتجع اصر اتبع و امر ما تنتج لي لدونا و زالت فقط امي كنت اتديني انا و اتحبت او اخيرا و قلت لي لدي جغير دارك باما اتباني بالموتور و مرحة اليه القليل و مدت معي لحيانا كنت مخنوقة و انت عافية يشكو دارهم و يقولون و بي اض 유هما حيث إذا عرفوني غدا ما غاديش يخليوني فأنا قلت بحيلة مطارية حتى شي حاجة مشيت أنا ويا حتى قربنا لواحد الخلاق وقلت له وقف الموتور بغايت ندوي معك فلان وقفو وقلت له نزل أجل لنا مشي ناقصنا فوق واحد الحجرة وقلت له شوف أنا را ما بغايتش نرجع معك وعلاش أنا ويكسالينا طلقني عارسوفاش قلت هذي السيد صفار وعراق وقال لي شو كد قول يا هند هادشي اللي عطالله هادشي اللي كين هو كانت يقول مع راسوب اللي أنا وغاديم بقاديمة بحلاكة وقابله وسكسع لشنو سيديرا قال لي شوفي غاديد قلت لسي ترساح يفضاركم واحد شوية حتى تفكري مزيان ومبعد غادي نجي نديك قلت لي صافي غير سير حطناي وشرب كزيالات يفضارنا ورجع في حاله وشكلها لعائلته وهم ما تصدموا حيش ما كانوا ش متوقعينها مني لأنه عمرني متشكيس وغير حاني الراس وعمرني مخرجتيني في شي حد من بعد أسبوع جاه هو وعمامه وبقوا يطلبوا كي يرغبوا باش أنا لنرجع ولكن أنا قلت لبصافي ما تليش ما غادي نرجع بقى اللي هم خلي واتساح واحد شوية باش تفكر وبقوا هم كل مرات يجيوا كي يطلبوا وأنا اللا هي اللا عياهما يعرفوا شنو السبب اللي خلاني أنا يكون مصرع لهاد اللا ولكن حتى شي حد ما غادي يحس ولا غادي يفهمني حدي قلت لي همرا ما كينوالو أنا لم أفهم معه صف ماذا سنقول لهم؟ هو تمشي الحانوز ديه له تخدم الثلاث نجد يليل ويأتي تقلينا واحد نارت عشينا ونادسونا على أبا قال لي هانا جاي يا عمي واش نتو ما في الدار؟ قال لي أبا أربي يا بنتي واش هاد الراجل اللي بعقله؟ وأبا رأت نقول لك سيد ما عنده شخصية ومدلون ومريض قال لي تسني حتي يجي وحلي لي الباب أنا بغيت أن عسمه فيه لي دوي مع فهد الليل فعلا تسني حتي وقال لي يا طيب يا هند منك رافية الجوع ومشي طيب تسني حتي ومشي طيب تسني حتي وبالصباح قال لي يلا ها هند نوضي ترجع معي وراما راجعا راما غديش نرجع معك لماذا هند لماذا هند لماذا تدري فيها هذا الشيء؟ هاعلاش وهاعلاش وهاعلاش وماذا قلت لك كل شيء ضمب قلت لك أنا تنطح في الفراش لم تنطلبك بش أنك تجيب لي غير الضوء وما تجيبوش لي لماذا هاد البخل لماذا هاد القصوحية؟ لم تنظروا مني غير الخير ومثال اللبس وما تنخرج وما تنشكاش لماذا منختيك المزوجة تجي عند والديك تقلس بالأيام وتقيل وانا نطيب ونشقع عليهم ونسجد حسام الزرابي اللي عمرني درتم في حياتي لماذا انا حبس علي دارنا؟ لماذا خصني نشاور والديك وماذا باش انا نجي ونلبس ولا نشري اي حاجة؟ لماذا ما كتلبسنيش وماذا ما كتكسينيش؟ دون تفريس لماذا تنسيته؟ بقود تقريم وعندك الفلوس صافي يا هند اخير رجعي سوف ندرك بوحدك وسوف نفعل لك وسوف نترك لك العارة لما رجعي انا صافي ما راجعاش ما كنحملش فيك الشعراء وصبري اتقادة والدي الناس تخيلوا معي سوف يبدأ يبكي قاسما بالله سوف يتحنى اللاجل يبوسهم لي ويطلبوا يزاوغ مو عمتيت يقول لي وش مبقىش فيك هند وش محنيتش في رباز وش مبقىش فيها حيث انا كنت تمكي ومكنش لي حسبيها هنا قديم بوز للحكاية حيث انا بعد هذه المرحلة سوف تبدأ مرحلة واحدة اخرى وبغيتكم تخليوا يلتحت في التعليق ماذا تتوقعون وش هند سوف يتكمل معه وستمح له لانه سوف يدير محاولات ومحاولات او لا سوف تكون الكلمة الاخيرة و سوف تبدأ حياة جديدة وهذه الحياة جديدة اذا كنت سوف تبدأها وش سوف تكون نجحة فيها ونقرأوا لكم ولم يقرأوا لكم دمسوا في رعاية الله وحفظي اعراز المعديد سوف تشعليكم لكم ولم يقسم الحكاية ولكن لم يتابه ونشاهدوا ان شاء الله على نفس القناة وعلى نفس الوقيتة وسلام سلام شكرا